دون استشارة البيت الابيض يوجه رئيس مجلس النواب الامريكي الجمهوري جون بينر دعوة الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمين نتنياهو لالقاء كلمة بشأن ايران امام اعضاء الكونغرس في الثالث من الشهر المقبل دعوة رأى فيها البيت الابيض وعدد من كبار الديمقراطيين تسييسا لا تقبله طبيعة العلاقات الامريكية الاسرائيلية العلاقات القوية بين الولايات المتحدة واسرائيل يجب ان تكون محمية من السياسات الحزبية لا يجب لهذه العلاقة ان تكون بمستوى العلاقات بين حزبين سياسيين هذا المبدأ هو ما دفع بالرئيس أوباما لاتخاذ قرار بعدم استقبال نتنياهو في البيت الابيض ولئن كان واقع العلاقات بين واشنطن وتل ابيب يزداد سوءا كلما اقترب موعد التوصل الى اتفاق نووي مع ايران فان اقتحام نتنياهو للسياسة الداخلية الامريكية قد يقطع ما تبقى من شعرة معاوية في علاقته المتوترة اصلا مع الرئيس أوباما ومع اعلان عدد كبير من الديمقراطيين نيتهم مقاطعة هذه الدعوة بحجة خروجها عن البروتوكول الديبلوماسي فان ذلك قد يسبب حرجا سياسيا بالغا لنتنياهو الذي يستعد للانتخابات الاسرائيلية مع استبعاد تأثيره على ثوابت العلاقات الامريكية الاسرائيلية لنضع مسلمة في الحياة السياسية الامريكية اسرائيل فوق الخلافات الحزبية اسرائيل فوق الحزبية اسرائيل قضية اجماع حزب سياسي في الولايات المتحدة نتحدث على مستوى الحزبين الرئيسيين الجمهوري والديمقراطي لم يصل حنق البيت الابيض وغضب الديمقراطيين الى حد المطالبة بالغاء او مقاطعة كلمة نتنياهو لكنها احدثت من جديد انقساما سياسيا في الكونغرس حول السياسة تجاه ايران حجر الزاوية في الخطاب المرتقبي لرئيس الوزراء الاسرائيلي يراهن نتنياهو على حجة الكونغرس للموافقة على مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على ايران رهان قد يبدو محفوفا بالمخاطر اذ قد تحمل زيارته المرتقبة للولايات المتحدة احراجا شخصيا للرئيس اوباما على الاقل من وجهة نظر الديمقراطيين محمد الاحمد سكاينيوز عربية واشنطن